أكد رئيس عبد الفتح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية وحققت فيها مصر معجزة العبورة وخلال الندوة التطقيفية السادسة وثلاثين لقوات مسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر أضف الرئيس السيسي أن مصر لم تحرب فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيها وحافظت على مكتسباته تحتفل مصر اليوم بذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل وقهره يوم إذ بات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات الذي قد تمر على أي أمة أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعب العالم المحبة للسلام فمصر لم تحارف فقط دفاعا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته موسيقى موسيقى